لكن في الإنترو تقلق غير عادي كمان لمصطفى محمد مصطفى محمد الموسم ده موسم بداية رائعة جدا بالرغم الإمكانيات الفنية لفريق نانتي مش هي أفضل حاجة لكن عامل بداية موسم أكتر من رائع هايل واللي بفكر الناس بي دايما حتى تكلمنا فيه بردو قبل كده يا كابتن مصطفى محمد قرار بقاءه السنة دي في فرنسا قرار صائب جدا 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 قرار في منتهى يعني الرشد في الكارير بتاعه خصوصا أنه قال أنه عايز يقوي كمان الإنجليزي بتاعه قال كده في حوار سابق أنه لسه عنده مشوار في الإنجليزي عايزي قوي واضح وأنه هو مستهدف الدور الإنجليزي وأنا شايف أن المرحلة اللي جاية هو كمان هيستهدف فريق من نص الجدول في إنجلترا أنا متخن ده آخر سنة 100% أنا لسه أنا حاقد رأيك في اللي أنا قلت في الإنترو برضو قلت أن يا رب يكون عنده مانجمنت وعنده وكيل يقدر يسوقه بشكل جيد لأن ده مهم جدا في الانتقالات اللاعبين يعني ترزيجية أخر شوية في الجزئية ديت إن شاء الله أنا شايف أن محمد خلاص مع نهاية الموسم لازم يكون موجود في البريمير ليج لازم يكون السنة الجاية في البريمير ليج عنده كل المواصفات الصراحة أنا واحد من الناس شايف تطوره أنا لمست تطوره حتى بشكل متبع يعني بشكل صحفي يعني تابعت محمد مصطفى في أوقات كتيرة عن قرب جدا غير نوع بلدياتنا يعني من الفيوم بس هو يعني تابعته عن قرب في المراحل السابقة حتى العارات اللي كان بيطلعها بلدية المحلة وطلعها الجيش والحاجات دي مصطفى محمد تطور تطور كبير جدا جدا في اللعبة برجله يعني مصطفى محمد كان ملفت جدا في المراحل السنة المختلفة في اللعبة الرسل كان ده أهم شيء ملفت إنه بيجيب من الكرة البيضة والكرة العرضية اللي ضعيفة اللي قد كده وبيجيب الجامد وبيقطع القريبة وبيقطع البعيدة بس كان عنده مشكلة كبيرة إنه دايما عايز الكرة في رجله على الشوت بس أنا فاكر ده كويس جدا الماتش اللي فابت عنانت غير الفاول اللي بيدول إنه تدرب كتير كمان وإنه أخذ صلاحيات وخذ شخصية وبيتطور نفسها غير كده لا الكرة في رجل مصطفى مختلفة تماما 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 استحوازه ونزله لحد ونص الملعب والقرارات بتاعت إنه أنا عدي من واحد والتاني لا اشتركوا في القناة